السلام عليكم ورحمة الله كلمة إذا قلتها يحقق الله لكما تريد وقد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم أحبابي في الله إن العبادة العظيمة العبادة الشريفة العبادة التي يحبها الله العبادة التي لو تركت يغضب الله العبادة التي هي عند الله بمكان العبادة التي هي من أصل التوحيد والدالة على التوحيد الدعاء دعاء الله تعالى هذا الدعاء شأنه عظيم يقرب من المولى ويبرهن على التوحيد وفيه صدق المناجات تفرج به القربات وتحقق به الحاجات وتدفع به السيئات وتستجلب به البركات وتفتح به الجنات وينجي من النار والعذاب الأليم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه وقد أمرنا الله تعالى بالدعاء فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وبما أن الله كريم فلا بد أن يعطي وبما أنه وعد بالاستجابة فقال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم فلا بد أن يستجيب ومن أفضل ما يدعو به العبد ربه طلبا في خير الدنيا والآخرة ما جاء في هذا الحديث الصحيح عن بريدة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فهذه التوسلات من أفضل الأسباب في إجابة الدعاء وهو التوسل إلى الله بصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى ووحدانيته جل وعلا فذلك من أعظم أسباب لإجابة الدعاء فينبغي للمؤمن أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده والإخلاص له وأسمائه الحسنى وصفاته العلا مما يحبه جل وعلا ومما يجيب عليه سبحانه وتعالى فيشب على المؤمن كذلك أن يقبل على الله بقلبه أن يجمع قلبه على الله خاضعا منكسرا بين يدي ربه عز وجل مؤمنا بأنه هو المجيب للدعاء وهو الغني الحميد وهو القادر على كل شيء فكل هذا من أسباب الإجابة فاللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته كي يستفيد منه كل مسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته